السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه على آله وصحبه وتابعيه اللهم صلي على سيدنا رسول الله ما اتصلت عين بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر اللهم صلي على سيدنا النبي ما حج حاج أوسع واعتمر وسلم تسليما كثيرا 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 دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث أهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصله صل عليه صلى الله عليه وسلم اللي لدي بإذن الله حلقة خاصة عن شهر رمضان فرصتك رمضان عنوان الحلقة دي فرصتك رمضان اللهم أهله علينا باليمن والإيمان اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإسلام اللهم اجعلوا هلال خير وبركة علينا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل هلال رمضان هذا العام بركة علينا وعلى إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أمين يا رب العالمين اللهم اجعله هلال نجاح وسرور وسعادة على الأمة بأكملها يا كريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أول عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أعنا على الصيام والقيام والصدقات وصالح الأعمال اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعلنا في قلوب الصالحين ودّا اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وأحوال الصالحين وثبات الصالحين وصحبة الصالحين وبركة الصالحين وفتح الصالحين وسيرة الصالحين وخاتمة الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين فرصتك رمضان رمضان على الأبواب ورمضان فرصة لكل من عاش إلى هذه اللحظات رمضان نعمة كبيرة جدا 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 علينا في حياتنا وفي الحديث الصحيح أن سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه عاصر رجلان أحدهما التزم بعد أخيه يعني قرب لربنا بعد الآخر مات الأول اللي هو المفترض أنه هو ملتزم الأول أو عارف ربنا أسبق يعني ولم يعيش رمضان ثم عمر الآخر حتى جاء رمضان وتعبد الله في رمضان فرآهما في المنام وقد رفع الله هذا الذي عاش رمضان أي رفعه في المقام عن صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض يعني ما بين هذا وهذا في المكانة والحسنات والدرجات كما بين السماء والأرض ألم يعيش هذا بعده فسجد كذا وكذا سجده وركع كذا وكذا ركع فالنهاردة لما حد ربنا بيمن عليه بطول البقاء يعني طول عمره أن يعيش أكتر من غيره سنة ولا تنين ولا أكتر دي نعمة كبيرة من ربنا عليك وعلي في ناس في سننا وفي ناس أصغر مننا في السن وكانوا في عافية أشد من عافيتنا وماتوا تركوا الدنيا وتحولوا عنها وأنا وحضرتكم ما زلنا حتى الآن بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه عايشين الله أسأل أن يثبتني وإياكم على الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين يا رب العالمين كونك لسا حي يقظ ومسلم وقريب من الله هذه نعمة كبيرة 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 جدا ومنا من الله ليه الخطوة من بيتك وانت رايح المسجد لها أجر هذا أجر يزيد عن أجر اللي ماتوا دي حسنات جديدة تضاع في صحفتك من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزولا كلما غدا أو راح غدا إلى المسجد أو راح راح أو رجع كل خطوة إلى المسجد أحدها ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة سبحان الله العظيم جلوسك في المسجد ده بمثابة الرباط في سبيل الله الملائكة تستغفر لك وتترحم عليك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضع على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ذهبك إلى الجمع والجماعات حرصك على الجمع والجماعات أنك تصل لصلاة الجماعة في المسجد وتبكر لها وأنك أنت تروح لصلاة الجمعة وتبكر لصلاة الجمعة لك في ذلك أجر كبير وفي الحديث الصحيح من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وبكر إلى المسجد فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الربيعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخمسة فكأنما قرب بيضة حتى أصعد الإمام إلى المنبر ثم تطوي الملائكة الصحف هذه القربات انت عارف يعني معناها انك انت لو انت بكرت الى صلاة الجمعة وجئت مبكرا في الساعة الاولى كأنما قربت بادنه كأنك انت رحت اشتريت جمل سمين ثم ذبحته ابتغاء وجل الله تعالى جيت في الساعة التانية كأنك رحت اشتريت بقرة سمينة ضخمة وذبحتها ابتغاء وجل الله تعالى ووزحتها على الغلاب والفقراء النهاردة البقرة بكام الجمل بكام نهاردة الجمل النهاردة معدل مئة الف طب هو انت معاك كل يوم مئة الف انك انت تعمل صدقة زي دي تقدر كل اسبوع تعمل كده تقدر كل اسبوع تأخذ مثل هذا الاجر بشعيرة واحدة بس تحفظ عليها وهي التبكير الى صلاة الجمعة سبحان الله العظيم طب واللي مات هياخد الاجر ازاي ده ايضا الحياة هذه الحياة انك انت مستمر في هذه الحياة وطال بقاؤك على طاعة الله وانت تعظم شعائر الله دي نعمة كبيرة جدا 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 النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تبدأ دا على صلاة الصبح طب والركعتين بقى اللي قبل صلاة الصبح ركعتين النافلة اللي قبل صلاة الصبح جزاهم ايه خير من الدنيا وما فيها ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين الفجر دول مش فريضة الفجر تخيل ركعتين الفجر اللي النبي قال عنهم خير من الدنيا وما فيها دي النافلة اللي قبل الفجر الركعتين اللي انت تصليهم قبل صلاة الفجر النفل ما بالك بأجر الفريضة فانت النهاردة حي ترزق وبتصحى في الليل تصلي ركعات ثم توتر وتجهز وتروح المسجد وتبكر لصلاة الجماعة بالمسجد في وقت الفجر وتصلي ركعتين قبل صلاة الفجر ركعتين نفلة دول خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا بقى عد الدنيا بقى فيها ايه فيها ايه من خيرات فيها ايه من بركات فيها ايه من اموال فيها ايه من جه كل الدنيا دي كلها باللي فيها ما تسويش اجر ركعتين الفجر وصلاة الفجر من صلىها فهو في ذمة الله تعالى ادي دي بعض الاجور البسيطة الخفيفة اللي احنا كل يوم مطالبين بيها وامامنا فرصة ان احنا نطبقها ونستمسك بيها لذلك ارجو من حضراتكم انكم تحسوا معايا فعلا ان رمضان فرصة علشان كده سميت الحلقة دي فرصتك رمضان فعلا فرصتك رمضان لو انت فاتك شهر رجب وكان عندك تقصير من اول شهر شعبان لحد دي الوقتي انو ان اللحظة اللي حضرتك بتسمعني فيها دي الوقتي انك ان شاء الله هتعيش رمضان ده بنفسية التحدي كان رمضان اللي داخل علينا ده اخر رمضان الواحد فينا حيعيشه في حياته لو عيشنا رمضان استنادي بهذا المعنى فعلا هتعيشه على انه فرصة ليك تخيل لو واحد فينا مثلا اصاب بكرثة كبيرة حدثة ضخمة او مرض شديد وهذا المرض كاد ان يزهق روحه اللهم انا نعوذ بك من البلاء يا رب اللهم اش في مرضى المسلمين يا رب وعجل لهم بالعافية يا كريم اللهم امين يا رب العالمين اللهم اعافيهم ولا تبتلين يا كريم اللهم امين يا رب العالمين لكن افترضنا ان الواحد يتحط في بلاء صعب جدا زي كده والدنيا بقى ايه زي ما بقوله ضلمت قدامك سبحان الله العظيم الواحد في اللحظات دي بيبقى يشتهي الامل مستني اي نفس من نور اي شعاع من نور اي نسمة يروح بيها كده عن الحالة الحالة الهم والغم اللي تبقى يعني مسيطرة عليه وكأن هذه النسمة الطيبة او شعاع النور ده كأنه شيء كده بيفتح لك باب الرجاء يا ربنا كريم جل جلال الله طب لو فجأة العرض ده زال المرض ده راح وربنا رفعه حتقرب لربنا بنفسية ايه نفسية الغافل المتكاسل الساهي اللهي ولا حتقرب لربنا عز وجل بنفسية المسارع المسابق في الخيرات اكيد حنقرب لربنا بنفسية المسابق للخيرات واحد النهار ده كم تربط متكتف فجأة فك فك قيده كأنه ناشطة من عقال واحد كان عنده مثلا مثلا يعني عنده كسر في رجلي وكان متخيل ان الكسر ده هيقعد ثلاث شهور قدام فجأة الجبس اللي كان عامله ده رجلي العظام لمت بعد خمستاشر يوم بس ويدي ليقف تاني على رجلي احساسه ايه فرحان ياه ده انا كنت متخيل ان العلاج اقل حاجة شهرين ثلاثة في الجبس فوقف على رجله تقريبا بقليه جناحين بيراف رفهم ومش مصدق انه هو عارف يقف على رجلي تاني وبالسرعة دي الربه كريم جل جلال الله طيب هيبقى مشتهي ايه يطلع يتفسح مع صحابه ولا هيبقى مشتهي انه هو يروح المسجد يا سلام ما هو كان في باله ايه ده انا بقيت اصلي وانا قاعد ايه ده انا بقيت اصلي وانا رائد في ناس بيجي لها شاشة عظام ربنا عافينا وعافيكو يا رب مع كبر السن يدخل في سن الشيخوخة فالعظام اصلا بتضعف يوم عن التاني سنة ورا التانية وهو ماشي كده رجليه بس تذل قدمه هو نازل السلم يتفاجئ ان رجليه كسرت وكسر صعب جدا ويروح يطف على الاطباء يقولوا انت صعب ان احنا نعمل حاجة لأ احنا هنتطر ان احنا نعمل لك جبيرة وتصبر بقى عليها مدة وتتحمل معانا مش هنقدر نعمل لك عملية دلوقتي ولا شريح ولا مسامير ولا اي حاجة سنك ما يسمحش عظمك ما يسعيدناش على كده سبحان الله العظيم ويتني رائد على السرير في الفراش عزك الله يعمل حمامه في فراشه زي ما هو اللهم ماشي في مرضى المسلمين يا رب مش اسبوع واثنين بقى لا شهر واثنين وثلاثة يا رب عفيهم يا رب اللهم استجب يا كريم اللهم عفيهم وعفنا يا كريم اللهم امين يا رب العمين اللهم ماشي في مرضى المسلمين اللهم عجل بالشفاء وارفع الداء يا اكرم الاكرمين مثال لو حد زي كده بيلاع عليك لو ربنا عز وجل من عليه ورجلي بقيت سليمة تاني اللي كان نايم في الفراش ده وبيعمل حمامه في فراشه مش قادر حتى يروح الحمام لو خفه ربنا شفاه مش هو هو نايم في الفراش مش هو كان بيشتهي من الحاجات اللي هو كان بيرجوها من الله يا رب ام بس على رجلية نفسي يا رب اروح المسجد اصلي الجمعة يا رب ام بس على رجلية مشتاء لصلاة الفجر ام يا رب على رجلية وانا اطوف على ارحامي وقريبي وحبيبي انا مش عايز منهم اي حاجة اطمم بس عليهم كده ابتغاواج الله وفي الله يا سلام ازور اخواني واحبابي في الله اقوم على رجلية واستمتع بالذهاب الى المسجد والعودة من المسجد يا رب طمنت على رجليك هو وانا على رجليه نحن الان في الامنية ما احنا عايشينهم ما احناش في القبور يبقى ما تسمحش ان الدنيا تاخدك في شهر رمضان ما تسمحيش ان المطبخ يشغلك ليل ونهار في شهر رمضان الساعة اللي انت حتوقفيها تعملي فيها لقمة الصحور او لقمة الافطار ليكي والزوجك او ليكي والولدك والدتك والاخواتك او ليكي والاولادك او ليكي والاهل زوجك الساعة دي التوقيت ده اللي انت بتقف فيه عشان عمل لقمة الفطار او لقمة الصحور جددي فيها النية عشان تقجري عليها ومبقاش طول النهار انت وقفة في المطبخ مجغولة في المطبخ وطول الليل كمان انت مجغولة برضو بالمطبخ او مجغولة بالتليفون عايزين نعيش ان رمضان ده فرصتنا الحقيقية بقى ربنا كان ده اخر رمضان هنعيشه في حياتنا والله اسأل ان ربنا يطيل بقاءكم وبقائي على طاعته فيما يحبه ويرضاه اللهم امين يا رب العالمين لكن نفسية التحدي نفسية المسابق المسارع الى الخيرات اللي هو كل ما يشوف خير يجري عليه عايز يطبقه عايز يعمله يعني يلاقي ناس مثلا بيوزعوا افطار صائم يقولهم طب انا اوزع معاكم واشارك كمان معاكم انا اقدر انا معاي مال اقدر ان انا ساعد معاكم انت بتجيبوا ايه عايز اجيب معاكم اعميلوا حسابي معاكم فتساهم في الخيرات ناس غرابة بنجمع لهم مثلا حالات ولا حاجة حالات مريضة ولا كده وبيجمعوا لهم انت ادفع معاهم ساهم معاهم طب ده عايزين يجيبوا مكنسة جديدة للمسجد قولوهم المكنسة دي علينا مكنسة رمضان دي علي سماعات المسجد بازت ولا حاجة وبيجددوها وبيشوفوا السماعة اللي بازت من السنة اللي فاتت يجيبوا بدلها اللي قولوهم علي سماعة معاكم اشارك قدر المستطاع بيعملوا مثلا بيجهزوا الاعتكاف وحيجيبوا خمستاشر عشرين مرتبة مثلا في الاعتكاف قولوهم انا علي مرتبتين ثلاثة تمانهم علشان اللي حينام على المراتب دي مراتب خفيفة كده يعني مش هنجيبها مراتب زي بتاعة البيت وانما حاجات خفيفة كده تبقى عشان برضو الناس ما تبردش او ما يجنبهم ما توجعهمش او ظهرهم ما يوجعهمش او لو حد كبير في السن حاجات خفيفة كده بحيس يقدر ينام عليها في المسجد ممكن ناس يبقى جاي الاعتكاف ما معهوش يقدر يدفع تمن اشتراك في اعتكاف ادفع له انت ما يقدرش يدفع تمن مرتبة خفيفة بسيطة كده ينام عليها ما يقدرش هو جاي بس يتعبد ووظروفه على قده جدا انت ادفع له ساهم في هذا الخير دخلت المسجد ومالقيتش فيه تمر هات كرتونتين تمر وديهم لعمل المسجد او لامام المسجد جزاك الله خيرا هات انت كرتونة على ايدك قبل الفطار وتعالى قبل المغرب ادخل للمسجد وناول اخوانك اللي موجودين في المسجد قبل المغرب كل اخ يخل له ثلاث خمس سبع تمرات في مزان حسناتك جزاك الله خيرا اشتري باكتة عصير ولا حاجة او باكتة لبن ويوزعها على اللي قبلك قبل المغرب في الشارع وانت رايح المسجد تصلي المغرب جزاك الله خيرا خذ ابنك معاك علشان ابنك يتعلم الخير ده نسابق بقى نتسابق في الخير فرصتك رمضان وتعالوا يا احباب نبدأ من قبل الفجر وقت الصحور لا تفوت شعيرة السحور اوعى تسهر تسهر وبعدين تيجي تنام من غير ما تتصحر وتقوم على صلاة الفجر أو تقوم الصبح فكرة انك انت تنام بالليل دي وتسحى الصبح دي فكرة مرفوضة في شهر رمضان ليه في صلاة فجر وهي صلاة من الصلاوات زيها زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء فانت اذا كنت حريص على الصلاة وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ينبغي ان يكون حرصك على صلاة الفجر اولى واكثر واعظم ونزبط بقى يومنا من اوله فانت لو سمحت حتى لو بتصهر تنام شوية وتصحى من قبل الفجر صلي ركعتين الاولاد بيجهزوا الصحور نقعد كلنا في البيت عشان يبقى فيه بركة نقعد كلنا على مائدة واحدة على صفرة واحدة ونستمتع بالصحور وتتكلم مع زوجتك وتتكلم مع اولادك وانتوا بتتصحروا وتذكرهم بالله وتذكرهم بسنة عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام او تذكرهم بنعم ربنا علينا من غير ما انبهم من غير ما حسسهم كأننا بمن عليهم وعلى اللي خلفوهم لا وانما أقولهم شوفوا الخير اللي احنا فيه والنعمة اللي احنا فيها بفضل الله قدامنا صنفه اتنين وثلاثة وده من فضل ربنا عز وجل علينا اللهم لك الحمد يا رب وسع علينا جميعا بالحلال المبارك اللهم أمين يا رب العالمين وربنا بيطعمنا من هذا الخير امامنا الابيض والاصمر والاحمر والاصفر الوان طعامة هي سبحان الله العظيم ودي نعم كبيرة في حياتنا قولوا الحمد لله يوم ولادك يحمد ربنا يا ولاد ربنا بيقول لئين شكرتم لأزيد انكم مشكوروا ربنا قولوا شكرا يا رب قولوا يا رب ارضى عنا وسع علينا يا رب قولوا يا رب ارزقنا الرضا واليقين اقول اي حاجة اتعلم بها ولادك وزوجتك ابتغاء وجه الله عز وجل كاننا وتصحرنا السحور ده شعيرة ما تتفوتش تصحروا فان في السحور باركة النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام امرنا قال تصحروا ونبهنا وقال لنا في السحور باركة السحور ده فيه باركة عشان جسمك يستقيم وعشان ما تقولش ده أنا حاسس ان أنا دماغي مصدعة واننا ده يغطل اليوم لا الصيام عبادة فيها راحة الصيام عبادة فيها عافية الصيام عبادة فيه باركة فنتقوى بهذا السحور نكل لقيمات خفيفة نتقوى بها على الصيام طول النهار ونصح اولادنا وما سيبش الولاد ويكسلوا ويناموا عن السحور ده يقوموا ويتصحروا بالسلامة ويتوضوا ويجهزوا لصلاة الفجر وقراءة الاذكار بعد صلاة الفجر هنصلي الفجر باستلامة بإذن الله في المسجد في جماعة نبكر ونصلي الفجر في جماعة في المسجد هنسمع الاذان مع المؤذن ونردد الاذان ونصلي ركعتين النافلة اللي النبي قال لنا عليهم ان ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها وبعدين مع الاقامة احنا مع المؤذن بعد الاقامة هنقف احنا جاهزين في الصف الاولاني انت جايز في الصف الاولاني لو معك ابنك في الصف الاولاني زوجتك ايضا تصلي في البيت او لو عايزة تصلي في مسجد قريب بس تخرج محتشمة وبزي محتشم وبثياب فتفاضة هي وبناتك الصغيرات ويلزموا برضو الصف الاول برضو في المسجد او يصلينا في بيوتهن في حجرتها صلينا بالسلامة نختم بقى الصلاة ختمنا الصلاة ياريت يبقى لنا ورد قرآن بعد صلاة الفجر يبقى بدأنا يومنا كده بايه بالنشاط مع القرآن استفتحنا كده بالقرآن تقرأ ورد من القرآن بعد صلاة الفجر لحد امتى انا افضل واحبذ ان يكون وردك لحد الشروق او ما فتح الله تعالى لك ان اردت ان تزيد عن هذا التوقيت فافعل انما لو قدرت تعود من بعد صلاة الفجر في المسجد لحد الشروق في المسجد وتقرأ في الوقت ده قرآن ثم تصلي ركعتين ضحى او اربع ركعتين في ركعتين كده انت اخذت اجر حجة وعمرة تامة تامة كده بدأنا يومنا بالصحور وصلاة الفجر وورد القرآن بتاعنا او جزء من ورد القرآن بتاعنا وانت وانت راجع من المسجد ابدأ اقول الاذكار اذكار الصباح ترجع ترتاح شوية وبعدين تروح شغلك ترتاح شوية لو انت طالب وتروح كليتك او مدرستك ترتاح شوية وتروح العمل بتاعك طب لو ما فيش شغل ترتاح شوية وتقوم قبل الظهر قمنا قبل الظهر حنصلي الظهر في جماعة وبعد الظهر نكمل قرآن نصلي العصر في جماعة وبعد العصر نكمل قرآن في البيت او في المسجد مع الاولاد يعني في المسجد مع اولادك او في بيتك مع اولادك بعد لما تصلي فريضة العصر وتقعد مع الولاد ونعمل مقرأة في البيت بعد العصر لحد قبل المغرب قبل المغرب احنا بنخرج نفطر ونفطر الناس باي شيء ربنا موسع عليك هات مجموعة من الوجبات ولو قليلة وجبتين 3 4 5 زي ما ربنا يفطع عليك طب ظروفك اقل من كده هات بكتة عصير واللي قبلك ادي له باكو عصير باكو لبن هات كيلو تمر هات علبة تمر ووزعها على اللي قبلك في طريقك كل واحد تمرتين 3 صلينا بفضل الله المغرب صلينا السنة بعد المغرب روحنا بالسلامة حناكل لؤمة خفيفة ثم نعود الى بيت الله تعالى مرة اخرى علشان نجهز لصلاة العشة واحنا مبكري للمسجد وحرصين على الصف الاول ده لو انت مأموم ما كنتش امام لكن تخفف في الافطار تاكل حاجة بسيطة كده علشان تقدر تصلي وانت خفيف تبقى مركز في الصلاة ما يبقاش عندك تخمة ما تبقاش عايز تروح الحمام مرة واثنين السكر ما يعلاش عليك هتصلي بهدوء واطمئنان ثم تخير المسجد والامام المسجد يبقى فيه هدوء وفيه سكينة ما فيش فيه لخبطة ما فيش فيها رجالة امام مخلص صادق تحسبه على خير قارق متين للقرآن الكريم محب للقرآن من اهل السنة عليه السمت الحسن ويلزم المسجد ده وقت لما يبدأ الصلاة نصلي معا يبدأ يقرأ القرآن أعيش معاه في القرآن مرة بآية فيها عذاب استعيذ بالله من العذاب مرة بآية فيها رحمة أسأل الله أن ربنا يرحمني مرة بآية فيها جهنم استعيذ بالله من جهنم مرة بآية فيها كلام عن الجنة أسأل الله عز وجل الجنة وهكذا خلصنا انا مش هسيب صلاة الترويح الا لما الامام يخلص صلاة وبالتالي انا اقفل تليفوني عشان ما اجليش رسالة خرجني على الصلاة انا مش مشغول باي حاجة انا ما عنديش استعداد اسيب المسجد الا لما خلص صلاة الا طبعا لظرف طارق بقى ملح لان انصرف من صلاة الترويح الا حين ينتهي الامام من الصلاة علشان اخد اجري قيام ليلة كاملا يبقى احنا كده خدنا اجري قيام ليلة كاملا ثم اعودوا الى بيتي ليه كوردك من القرآن لسه مخلصتوش تميمه قبل متنان طب مفيش ارجع بقى تدعي بالزوجة تدعي بالاولاد تهزر مع ولادك شوية تاكل لؤمة خفيفة كمان لانك انت فطر تفطر خفيف لؤمة خفيفة كمان وشوية وتريح تريح جنبك ولكن ايا في هذه الراحة تتجافى جنوبهم يدعون اربام خوفا وطمعا ومما رزقناهم وينفقون فلا تعلموا نفسهم ما اخفي لهم من قرة اعين اقوم بقى بالاسحار هم يستغفرون ايم بقى بعد كده وانا نشيط بعد لما نمتلي ساعتين ثلاثة ناس كلها بتصهر في رمضان ومش عايزين يناموا في رمضان انت خد لك ساعتين ثلاثة بالليل عشان تبقى فايق ونشيط حسس بالنشاط بالنهار وفايق ايم للسحور وانت فايق رايح المسجد صلاة الفجر وانت من تشنايم على نفسك لانك انت اخذت حظك من الليل ده مهم جدا 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 لا تفوت على نفسك الفرصة انك انت تقرأ قرآن في رمضان كالحل المرتحل معاك مصحفك ابدأ الختمة اخلص الختمة ابدأ غيرها على طول قول لي الختمة يعني تاخد مني قد ايه اذا كنت تقدر تجيب ختمة كل ثلاثة ايام يبقى جميل قوي يعني نختم عشر مرات في شهر رمضان ان شاء الله بالسلامة ونيجي في الاعتكاف نضاعف هذا الورد يعني نختم كل يومين او كل يوم ونص نختم ختمة ان شاء الله قول لي هو نقدر اعمل كده ايوه تقدر تعمل كده وانا هاعتكف السنة دي في رمضان باذن الله انو انك انت تعتكف في رمضان فلاعتكاف انس انس المتعبدين ما تحرمش نفسك من سنة الاعتكاف اذا كان فيه فرصة امامك انك انت تعتكف هنا اعتكف هنا هتروح تعمل عمرة بالسلام اعتكف في المسجد الحرام اعتكف في مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام انوي بجلوسك في المسجد الاعتكاف لو تقدر تروح تعمل عمرة في رمضان توكل على الله انطلق اللهم يسر لنا الحج والعمر اللهم بارك لنا في الحج والعمر اللهم أنسنا بالحج والعمر اللهم متعنا بالحج والعمر اللهم لا تحرمنا هذا العام وكل عام من الحج والعمر اللهم أمين يا رب العالمين عليك بالقرآن عليك بالصدقات عليك بالابتسامة في وجوه الناس عليك بالتيسير على الناس عليك بإعانة الناس عليك بتفريق كروب الناس عليك بتطيب خواطر الناس عليك بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عليك بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليك بالالتزام بالصلوات في جماعة عليك بالرباط في المسجد والجلوس في المسجد والمكث في المسجد عليك بالاعتكاف لا تنسى الاعتكاف عليك بالترويح عليك بالتهجد الله أسأل أن يجعل رمضان هذا العام بركة علي وعليكم وعلى الأمة الإسلامية اللهم أمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك كل عام وحضرتكم بألف ألف خير تقبل اللهم منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته